تقدرها محل البيع هدبتي أولى مستودع يعني أعطى الله أعطى الله بثاف دي المظاهر اللي ممكن هدي هدي كاي بند مثلا فصل في القانون نعم بحل اللي قلنا قلت فرحنا في الأول على أن هدي الحلقة الرابعة اللي غن نوصله في الكيرة نمغي نقول أستاذ المستمعين ما غنطلقوا منه ما غنخرجوا منه حتى النسالي وحتى المتلقي أو المستمع يستوعب لديك الجادلي لبين الكاري والمكتاري ها كيف شنخلص الكراها ها فوق شنخلص الكراها هالإندار هالآجال مين مغي نخوي الكراها واش نعمل شي فاسق عقد الكيرة واش نكن يعني فجاة نعود نقول على أن في ذاك المكتاري دائما لبص دينا في العلاقة الكرائية ودك عقد الكيرة ودك الحاجة شوفوا البنوط ديارة في عقد الكيرة أمني كان نقوله أنا كريت لك الشقة مفلانية كان نزيد حدها أن كريت لك للسكنة للسكنة فقط قبل ما كانت شائع هذا الأمر هذا للسكنة فقط كانوا كي كريت لك الشقة تحتوي على غرفتين ومطبخ إلى آخره بالطبق فلان فلان نقطة يعني الناس كي يستغلوا هذا الفراغ هذا ومن كي يسمع كريت لك الشقة كيمشي كي أسس فيها شركة كيمشي كي أسس فيها شركة وكي يحصل على سجل تجاري وكيرجع خاضة على المدونة على الظاهر اللي كينضم الكيراء التجاري وهو في حين على أنه كرا شقة سكنية كرا باش يسكن كرا باش يشتغل ولكن أنا في الأول لما كريت مثلا الياسمين هذك العقد اللي حررته هي جاية يعني أوهمتني 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 على أنها جاية تكري تسكن واشخاصني أنا لما سالينا الإجراءات وهي كتخلصني كل شهر سنجي الراقب المحل ديالي هبالي نعود بحل قصد شهر المحل المبدأ ديال الكيراء الشقاق السكنية هو الساكن هذا هو اللي يقوله لمنطق هو ديالجاريبي العامل أما إذا كنت قد نكريها كمقر لشركة أو لا باش تمارس فيها شي تجارة سننصو عليها في العقد لأن هذا الفراغ اللي كيبقى في ذاك العقد هذك يبقى مرة الصالح الكاري ومرة الصالح المكتاري أنا فريد ما شرتش في ذاك العقد هذك على أن كريت السكنة أقول لك أنا كريتي لي الشقة والشقة أنا حور شنو هنعمل فيها أنا سيدي أن نعملها شركة أو لا نكريها أو لا هذي أتقول له لا ولكن في الأول قل لي رغى تكريها شريكة لأن الثمان ديال السكنة ماشي هو الثمان ديال الدار وشوف وش العمارة تتوافق لي على أن نكريها على أنك تستعملها شريكة أو للسكنة وخصتني نشوف السنديك وش أصناد العمارة كي سمحوا فيها بأن تكون فيها شركة تجارية والطالع والهابط بزاف أو لا عمارة أو مخصصة للسكن فقط أو عيادة أو بحل يقوله كي يكون هناك واحد واحد السواد في ذلك العلاقة ما بيه اللي كان يمكتني ما كتكونش في اللون بنية لحسن النية باش نرجع ونقول لأن جميع العقد أو لجميع المعاملات من الأحسن تكون بنية على حسن النية ليتنكريم عندك السكنة وفي العقد كتب ديال السكنة فقط داباً مؤخراً رجع هذا الأمر كيتتار في العقد ديال الكرة كريتلك الشقة مفلانية اللي كتحتوي على مسائل تالية للسكنة فقط علش لأنني أنا نهار كنجي كنجبر كدرتي فيها شارك جاينا متفقد الدار ديالي كنلقى أن نسي المكاتب ومع اللقلية وحد العلامة تجارية ولا واحد اللافيتة وانا كريتلك السكنة ولا عقد بلدنا السكنة وانا رشاقني نعمل للتجارة هنا نبغيون نبشره هذا الكاري هذا وانا سيدي رم عندك الحق تفرغ هذا السيد هذا لأنه استعمال هذا المحل في غير ما أعد له طيب قال للظاهر المنتيم دعنا تقول لأكزامل مثلا فرح نكرت سكنة الواحد السيدة أو الواحد السيدة وهذا السيد ساكن في هذا المحل ولكن كيستعملوا أيضا دير فيه شي حاجة أخرى مثلا كيصاو بالحلوة مثلا كوافور دير واخد واحد البيت مثلا وديرو الخدمات ديانو هذا دابا واش يجوز أو لا يجوز هاد الحالة طرحت علينا فعلا لا هاد الحالة طرحت علينا بشكل يعني واقعي هاد الأمر اللي قاتل هاد الاستيتيك كانت السيدة دير فيه بحال ثريتور صغير دير واحد جوج بيوت مدير فيهم الفراهران وكاتخصصهم الحلويات والمأكلات الاخيرة منجا عندنا للمكري قال لك السيدة قلنا له واش عندك ما يوفيد واش عندك ما يوتبت انها دير ذاك شيء السيدة سد على بابه واش معلقاش عالمات تجارية؟ لا في الباب معلقى ان هنا صنع الحلويات؟ لا وكيفش عنا غادين نعرفوا ان السيدة مخصصة جوج بيوت هاد؟ قال لهم مش ممكن نعملوا معينة قضائية على طريق مفوض قضائي وكذا؟ وطلوا ممكن عملنا واحد المفوض قضائي انتدبنا عن طريق السيد رئيس المحكامة خرج السيدة امتنعت اصلا تدخلوا حتى للدار عند الحق ولكن احنا عدنا حق لجؤون المحكامة ونديروا واحد شكاية بها اللي سميتات حقير مقرر قضائي نعم وانا دائما ارجع لك الحسنية لان بحالة العلاقات اللي كانوا مكترين بحالة القط مع الفر ديما كل واحد بحالة نقوله كي يكاري على راسه مع شوية ديال تحرميات وده باد رأي فلات من القانون مني غانجي انا نقول لك دخل ربيت انا عندي امد رئيس المحكامة نعين الشقة ونتأكد من وجود افرينا من وجود اهلت ديال الطبخ حجم كبير اللي ما كنت تسعمل نحن في البيوت ديالنا نعم ادخل لك اللي سيدي ما تدخلش ويا فاد الفترة بحالة قلت لك هي انا رأى ممكن نجي وننقل ذاك الشي ونصلح ويجي ذاك سيد المفوض قضاء يدخل الدار وما القول ادخلت السيدة مرقيت وانا اذا الحالة كتستعصي شوية في وسائل اتبات ديالك كيفاش غنتبتوها والوسيدة الواحدة اللي يمكن تتبت هي هذا الامر هذا اولى شهادة الشهود ان وجده قصهم يشهدوا على انه معاينه بالعين المجردة على انه دخلو عندك سيدة الدار وجبرو عنده افرينة من الحجم الكبير وجبرو عنده واحد كمية الكراطان وكمية الحالويات وهي رغمان ما معزاش الحق لا انا انا ادرجع على هذا الفصل هذا اللي كينطم هذا اللي كيقول على انه الانهاء ديالعقد الكيراء عنده حالات حالة الليولة اللي قلنا الكراء اللي ما خلش تكرا في الوقت حالة الليولة اللي ادخلت تغييرات على المحل بدون ايد المالي والحالة التالية انك تستعمل المحل في غير ما اعداله انا كذلك تضر السكنة وانت غت تشعلي فيها البوطة والفرارن والعوافي وإلى اخرى وانا افريد كوحة السكنة قال لك حنا رأى مكان نعسوش نرى الدخاخن الى اخرى تغييرت السكنة لان هذا محل تيجير كيفاش غادي نقول لك لكن بوحد شكل حرافي ممكن هناك الاس هل تستعمل محل تجاري لا هذا خارج القانون لا غادي تدر واحد الحاجة تتخذ على القانون التجارة ومنظمهم تتخلص على درائب والدولة عندك الخبار هذا النشاط ديالك قصك تتكري محل تجاري إذا انتهت الناس هذو اللي يعاطين المحلات هنا في الشارع وديتهم ويكريوا شوقا ويصدوا عليهم ويعرفهم حد كيف يدير وثمان المشريع كان على وعي بالمسؤولية دار داهير من ضيم الكيراء المحلات السكنية والمحلات المهنية اللي هما بحلقونا المهن الحرة ودار ظاهر من ضيم العلاقات بخصوص المحلات اللي كتكري للتجارة يعني انا باش نضمن حقي فالعقد السيدي انشير دائما كان نرجعوا للعقد شريعة المتعاقدة انشير على انك ريتلك للسكنة فقط ونمارس الحق ديالي في أن ننهي ديك العلاقة الكيرائية في كل ما ترتب عليها شرط من دوك الشروط اللي كي ننص عليهم في حالة مثلا اذا ثبت على انه شخص اللي كراد دار يستعمل المحل لغير السكنة مصدرة الافراغ تكون سريعة لغير السكنة يعني سكن فيه اشخاص اخرين دير فيها محل مكتب ديالو او حولها من غير السكنة لا يكو الافراغ اللي قلنا كنا نرفع ودعوة امام المحكمة الابتدائية على ان انا هالعقد اللي كنت لبيه المحكمة هو السكنة فقط را مشينا جبرنات السيدة دا معلق واحد لا 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 تما واحد الشارع ولا علامة مهنية طبيب او محامي او مهندس او الى اخيره وانا دا بقى نطالب بالافراغ لان ارى المحل تستعمل في غير ما اعد كنت تبدك شي بوسيل الاتبات والمحكمة نظن على انها كنت تحكملك بالافراغ في الاولى الجلسات او لغ ما بقى نش لوقت بزاف ولكن اعطيك واحد اكزامل الى كان يمكن حتى هو مثلا فرحنا عندها انا بخطمان كراتو الواحد السيد هادك السيد جاه انتقال بكخ بالحق معلم هاش هو مثلا الخطبة ديالو قاتله عندك عام عندك عام وترجع هادك السكنة اللي هو فيها عجبه قال ما قداش نفرط فهاد البخطمان سيناريو وحوار قال ما قداش نفرط فهاد البخطمان عنده واحد اخوه مثلا جا سكن فهادك المدينة جاوه قالوا عفتشنو هاد العم غتكريش غنعتك انا البخطمان اللي كنت تساكنه فيه وخلص الكرا ديالو وفاشننجا عتدلي البخطمان اللي كنت اللي انا كاري السيد رجع ممو اللي اقار افام قشك مي بغضون فرحان اللي هي مولات العقار مفخبار هاش هادشي كامل هي كي يجيوها فليساتها وصافي هادشي واش ليجال ولا مش ليجال هادشي هذا ما يصطلع علي في القانون هو بتوليات الكرا او للتخلي على ذاك الكرا هادك هاده ولي غننظر علي في حلقة السابقة واش توليات الكرا لا الحلقة القادمة واش توليات الكرا ممكن واش ممكن انا نولي ذاك الحول ذاك الكرا لشخص اخر من الاقارب ديالي او من غير الاقارب ديالي يا سيدي انا عندي افادة مهمة جدا واني في هذه الحلقات دائما اخرج بالعقارات من صاحبة اقارات شكرا جزيلا لك استاذنا المحامي الاستاذ عصامي لكن بقى ان حلقات ما في يومش لأملك ان شاء الله ان شاء الله هاديك الكرا لك سابق هاديك الكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة